وينضم إلينا مشاهدين من أربيل القيادة في اتلاف نصر محمد العبد الرب أستاذ محمد أهلا بك لنشرتنا هذه بداية كيف تعلق على نشاطات رئيس الوزراء المكلف يعني لماذا يقابل وزراء من الحكومة المستقيلة ويتدخل في الشأن التنفيذي وهو لم ينهي بعد تشكيل حكومته مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الكرام يعني حقيقة هو ليس جديدا أن يقوم المكلف بلقاءات سواء مع رؤساء الكتر السياسية أو مع السلطة التنفيذية وهذا ما عهدناه خلال الفترات السابقة من قبل كل المكلفين سواء كان السيد علاوية أو كان السيد عبد المهدية وحتى العبادية أو السيد المالكة كل هؤلاء كانوا يلتقون بلقاءات سواء أن هذه اللقاءات كانت تشريعية أو سياسية أو تنفيذية للاستيضاح في بعض الأحيان عن بعض مجريات العمل أو عن اتفاقات سياسية وما يدور من ذلك خلال هذا البرنامج وبالمقابل أيضا إعطاء فكرة عن البرنامج الحكومي للمكلف لهذه الشخصيات وكما أسلفنا على اختلاف أنواعها وبذلك يستطيع هذا المكلف أن يأخذ فكرة معينة عن السلطة التنفيذية أو عن الأحزاب السياسية لكن من الواضح سيد محمد أن لدى تحالف الفتح فيتو قوي ضد استمرار تكليف الزرفي يعني كيف يمكن لرئيس الوزراء المكلف إقناع أطراف التحالف يعني تحالف الفتح بأهليته لهذا أو لهذه المهم يعني نحن حقيقة جميعا نرغب أن يكون هناك فيتو عراقي على السيد عدنان الزرفي أو على غير عدنان الزرفي على أي شخصية نتمنى أن يكون الفيتو من داخل العراق ومن كتة سياسية عراقية لا نتمنى أن يكون هناك فيتو إيراني هذا ما يصعب حله بصراحة عندما يكون هناك تدخل في السياسة العراقية من قبل إيران أو أي دولة أخرى هذا من ناحية ناحية أخرى نحن نتكلم عن عملية ديمقراطية سواء الأخوة في الفتح أو في سائرون أو التحالف القوى أو أي كتلة سياسية نتحدث عن ديمقراطية الديمقراطية هي أن نذهب إلى البرلمان ومن الممكن تمرير السيد عدنان الزرفي أو عدم تمريره هذه الديمقراطية عندما يكون هناك بعض الكتل السياسية ترغب في تمرير السيد عدنان الزرفي وهناك كتلة أو كتلتين لا ترغب هل معنى الديمقراطية هي الإنصياء للأقلية أم للأكثرية إذن إما أن نكون ديمقراطيين صح ونتعامل بواقع الديمقراطية إما أو أن نضرب الديمقراطية في عرض الحياة ونتجه إلى اللغة القوى نعم ولغة التهديد ولغة الوعيد سيدي العزيز نحن ضمن عمل برلماني البرلمان هو من يفصل هذا الموضوع واضح جدا نعم قد لا تتفق الفتح نعم واضح أستاذ محمد هل تعتقدون في تلاف النصر أن تمرير عدنان الزرفي يمكن أن يتم مع وجود هذه المعارضة الشيعية تحديدا لتكليفه هو ليس صعبا يعني تمرير السيد الزرفي ليس صعبا وإذا ما أخذنا أمثلة سيد العزيز لم يكن هناك إجماع شيعيا على السيد عدل عبد المهدي أيضا كان هناك خلال نحن نتحدث عن الزرفي هل لديه أصوات شيعية كافية لدعم تمرير كابنته لو عرضت اليوم أمام البرلمان نعم لديه أعداد كافية أن يمر بشرط ممكن أن يكون التصويت سريا أو علنيا أنا أعتقد لديه من أعضاء مجلس النواب العدد الكافي إلى أن يمر القيادي في تلاف النصر محمد العبد ربا شكرا جزيلا لك كنت معنا من أربيل شكرا جزيلا لك